لازم نتكلم على جايزة جلوب سوكر وفي الحقيقة حاجة رائعة جدا مظهر اكتر من رائع شفنا يعني تواجد عدد كبير جدا من النجوم العالميين في جايزة كبيرة وقايمة جدا جدا زي دي الواحد في الحقيقة كان قاعد بيتفرج وكان حريص جدا ان هو يتابع ويسمع اسم النادي الاهلي ويشوف رئيس النادي الاهلي هو بيستلم جايزة النادي بطل القرن في افريقيا وافضل نادي في الشرق الاوسط دي طبعا لقطات من الحفل امبارع خليف البداية بس اوجه كل التحية والتقدير لمجلس دبي ولكل قائمين على جائزة جلوب سوكر مجلس دبي طبعا الرياضي ولكل قائمين على جائزة جلوب سوكر طبعا على رأسهم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي واللي سلم جواز جلوب سوكر بالامس كمان عايزين نشكر قنوات ابو ظبي والتغطية المميزة والرائعة واللي احنا دايما متعودين عليها من خلالهم وعلى رأيهم طبعا على رأسهم طبعا الاستاذ والاعلامي الكبير الاستاذ عقوب السعدي وكان تغطية مميزة جدا في الحقيقة كمان في لقطة عجبتني او مبارح لقطة المحلل الرياضي الكبير واللي بنستمتع به دايما الكابتن خالد بايومي لما قاموا وسلم ود التحية يعني الراجل سلم بترحب شديد جدا على الكابتن محمود الخطيب وكان حريص انه هو يتحرك المكان ويقوم يسلم على اسطورة النادي الاهلي واسطورة كمان الكرة المصرية ففي الحقيقة كانت كلها لقطات اكثر من رائعة هي دي اللقطة ايوة الكابتن محمود الخطيب كمان دخل على الهوى وسلم عليهم وكابتن خالد بايومي كان حريص جدا ان هو يقوم من مكان وهي كان واضح جدا تأدير واحترام للكابتن محمود الخطيب واللي ما كانت كمان النادي الاهلي فبالتالي الواحد كان مبسوط جدا وهو بيتفرج وبيتابع وبيسمع اسم النادي الاهلي والتقرير اللي حضركم شايفينه ده كمان بتاع النادي الاهلي اللي بيتم عرض فيه كل اللقطات المميزة لنادي الاهلي عبر تاريخه وما اكثرها في الحقيقة فبالتالي ده ان ده اللي يدل على عظمة النادي الاهلي وما كانتو الكبيرة في العالم كله الرياضة وكرة العالمية طبعا حضور انفنتينو تواجد كريستيان رونالدو تواجد ليفندوسكي طبعا نجوم الكرة العالمية ليفندوسكي افضل لاعب في العالم دلوقتي كريستيان رونالدو طبعا يعني من اساطير الكرة في العالم بكل تأكيد يعني واحنا بتفرج كده الواحد جسمه اشعر الواحد حاس بفخر كبير جدا انه بينتمي للنادي الاهلي وبيتشرف بكل تأكيد انتماء للنادي الاهلي عايز اتكلم شوية عن اناقة الكابتن محمود الخطيب حاجة جميلة جدا سباته الكلام اللي طالع منه في كلمته مبارح بعد تسلمه الجايزة اللي طالع من القلب كلامه تحس ان هو كده مش محضر مش مرتب حيقول ليه حتى مفيش ورع قدامه يعني كلام كله من القلب وكلام كله جميل زي ما حراركم شايفين يعني ان اسم النادي الاهلي يذكر امام كل هؤلاء النجوم العالميين ده امر اكثر من رائع كمان الصور الجميلة اللي شفناها بعد انتهاء الحفل الصور كانت رائع وكان من ضمن الصور دي في الحقيقة صورة جميلة جدا كانت من خلال تواجد الكابتن محمود الخطيب كمان كريستيان رونالدو وكان بيتوسطهم كاميلو بوتروجين وطبعا نجم نجوم ريال مدريد الاصبق وهداف ريال مدريد واسبانيا وكمان هو مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد الراجل جماعة من الاخر كده رقم اتنين بعد فورنتينو بريز في ريال مدريد يعني رئيس النادي فحاجات اكثر من رائعة بخلاف كمان الصورة اللي نزلها كريستيان رونالدو على ستوري على حسابه على انستجرام وكاتب الفائزون زاوينرز بعد ما فازوا بالجوائز هي دي هي اللقطة دي كانت عبارة عن صورة نزلها كريستيان رونالدو فقيمة الاهلي يا جماعة بالبان في المواقف دي النادي المناسب في المكان المناسب وفي الاحتفالات والتكريمات المناسبة لو اتكلمنا عن نادي الاهلي كتير هناخد حلقتين ثلاثة اربعة هعد براحتك هي دي الصورة اللي كنت بكلم عن دي بتاعت كريستيان رونالدو كاتب وينرز الفائزون رونالدو طبعا طوق بجائزة افضل لعب في القرن بخلاف لباندوسكي افضل لعب للعامل الحالي بخلاف النادي الاهلي بطل الكرن وافضل نادي في الشرق الاوسط فكلها امور رائعة وحاجة تدعو للفخر جدا جدا ان احنا نشوف الكابتن محمود الخطيب واسم النادي الاهلي في حفل كبير وضخم وهام وقيم جدا جدا زي حفل جلوب سكر بالتالي احنا بطبيعتنا كاهلوية وبطبيعة كمان مسؤولي النادي الاهلي بطبيعة كل من ينتمي النادي الاهلي لعبين اداريين جهاز فني ان انت ما بتقفش عند مرحلة معينة انت ايضا بتقرم النهاردة وبتاخد جائزة كبيرة جدا لكن دي بتحملك مسؤولية اكبر ان انت تبقى متواجد في حفل زي ده كل سنة ان انت تتحقق المزيد والمزيد من الالقاب والانجازات الناس كلها عارف العالم كله عارف كيمة النادي الاهلي ان العالم كله عارف حجم وكم البطولات اللي حصدها النادي الاهلي على مدار تاريخه بداية من 1907 لحد دلوقتي ده امر معروف لكن الاهم والاصعب ان انت تحافظ على ده وان انت تزوده كمان بالقاب وبطولات وانجازات كبيرة جدا تخليك دايما متواجد على مثل هذه المنصات العالمية المميزة في الحياة فالف مليون مبروك للنادي الاهلي والف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي السند الحقيقي والداعم الدائم للنادي الاهلي على مدار تاريخه